بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله بناء الطلاب الصف الأول تأهدي في مادة الرياضيات لمعاهد وبرامج التربية الفكرية أحييكم أنا أستاذ عبدالله ماكي معلم تربية خاصة وعلى بركة الله نبدأ درسنا لهذا اليوم هناك بعض التعليمات بناء الطلاب وكذلك وليه الأمور علينا التقييد بها أولا حضور ولي أمر الطالب مع الطالب ليقوم مساعدته وكذلك إحضار قلم ودفتر لكتابة الملاحظات وكذلك الدرس وأيضا إحضار الكتاب المدرسي بمتابعة الدرس وأيضا الانتباه أثناء الدرس والابتعاد قدر الإمكان عن المشتتات استخدام الساعة الرقمية كما تعرفون بناء الطلاب للوقت قيمة مهمة لتنظيم حياتنا اليومية وكذلك زيادة إنتاج الشخص والابتعاد عن المشتتات وكذلك الفوضى بتنظيم الوقت إذا نستفيد من الساعة في تنظيم أوقاتنا وقد حث الإسلام على الاهتمام بهذا المجال كذلك الساعة الرقمية سوف نتعرف عليها بناء الطلاب لدينا هنا ساعة رقمية كما تشاهدون وكذلكو أرقام الموجودة على اليسار وكذلك أرقام موجودة على Maybe it سوف نتعرف على الأرقام التي موجودة على اليسار وكذلك الأرقام التي موجودة على اليمين. ماذا تمثل؟ لدينا في هذا النشاط طبنية الطلاب كما تشاهدون لدينا هذه الساعة الرقمية الموجودة أمامنا وهذا الرقم على اليسار يمثل الساعة إذن الرقم الذي على اليسار يمثل الساعة والرقم الذي على اليمين يمثل الدقاق إذن لدينا هذا الرقم يمثل الساعة والرقم الذي على اليمين يمثل الدقائق يمثل الدقائق وكذلك لدينا هذه الساعة هنا إذن الرقم على اليسار يمثل الساعة والرقم الذي على اليمين يمثل الدقائق يمثل الدقائق سوف نقوم الآن إن شاء الله بحل هذا النشاط والتعرف على الساعة التي أمامنا لديه هنا الساعة الخامسة تماما عندما نشاهد الأصفار في الجهة اليمنى من الساعة الرقمية فإن نقول تماما إذن لديه هنا الساعة الخامسة تماما أحسنتم إذن لديه هنا الساعة الخامسة تماما ولديه في هذه الساعة الساعة تشير هنا إلى الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة أو الساعة الثامنة والربع الساعة الثامنة والربع في هذا النشاط صل قراءة الساعة المطابقة لساعة محمد كما تشاهدون لدينا هنا الساعة ساعة محمد تشير إلى وقت الوقت في ساعة محمد الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة أيهما مطابق لساعة محمد الساعة الأولى أم الساعة الثانية أحسنتم إذن الساعة المطابقة لساعة محمد الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة نقوم بإيصالها بالساعة المطابقة لساعة محمد في هذا النشاط إذن نقوم بإيصال الساعة المطابقة لساعة محمد في هذا النشاط إذن لدينا هنا الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة ولدي هنا الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة إذن تكون هذه الساعة هي الساعة المطابقة لساعة محمد كما ذكرنا بناء الطلاب الرقم الذي على اليسار يشير إلى الساعة والرقم الذي على اليمين يشير إلى الدقائق أنواع الساعات كما تشاهدون بناء الطلاب لدينا هنا مجموعة من الساعات سواء الرقمية أو الساعات الحائطية أو ساعة المنبه إذن هذه هي أنواع الساعات نشاهد هنا لدينا ساعة رقمية لدينا هنا ساعة رقمية لماذا هنا رقمية؟ كما تشاهدون نتعامل بالأرقام وتشير الساعة هنا إلى الساعة الثانية عشر تماما ولدي هنا ساعة حائطية وأيضا لدي هنا الساعة اليدوية التي تستخدم في اليد إذن لدي هنا هذه الساعة ساعة يدوية كما تشاهدون ساعة العقارب وكذلك الساعة الرقمية تأتي بنوعين إما العقارب أو رقمية وأيضا لدينا هنا هذه الساعة تستخدم كمنبه وأيضا لدي هنا هذه الساعة أيضا ساعة منبه نقوم بتوقيتها على الوقت الذي نريد إذن لدي هنا أنواع الساعات الساعات الرقمية أو الساعة الحائطية كما تشاهدون هنا ساعة حائطية سواء رقمية أو ساعة العقارب وكذلك الساعة اليدوية كما تشاهدون لدي هنا ساعة رقمية وكذلك ساعة العقارب وأيضا لدي هنا ساعة المنبه بهذه الشكلين كما تشاهدون إذن أبناء الطلاب هذه هي أنواع الساعات أصلاف الساعات سوف نقوم ان شاء الله الآن بإيصال الساعة كما تشاهدون لدي هنا ساعة يدوية نقوم بإيصالها بالساعة اليدوية وكذلك لدي هنا ساعة منبه نقوم بإيصالها بساعة التنبيه وكذلك الساعة الرقمية نصلها بالساعة المماثلة لها الساعة الرقمية إذا نقوم بإيصال هذه الساعات ونصنفها مع الساعات المطابقة لها إذا لدي هنا ساعة يدوية ساعة يدوية رقمية نقوم بإيصالها بالساعة اليدوية في العمود الآخر إذن لدي هنا ساعة يدوية وكذلك ساعة المنبه والساعة الحائطية إذن نقوم بإيصالها لدي هنا ساعة اليد نقوم بإيصالها بساعة اليد كما في هذا النشاط ولدي هنا ساعة المنبه أحسنتم أين نجد ساعة المنبه هنا أحسنتم إذن لدي هنا ساعة المنبه نقوم بإيصالها بساعة المنبه ولدي هنا الساعة الحائطية كما ذكرنا ساعة الحائط نقوم بإيصالها بساعة الحائط كما في هذا النشاط إذن تعرفنا أبناء الطلاب على أصناف الساعات لدي ثلاث أنواع من الساعات الساعة أو الساعة اليدوية وكذلك المنبهات وكذلك الساعة المنبه وكذلك الساعة الحائطية سواء الرقمية أو ساعة العقارب في هذه الصورة أبناء الطلاب كما تشاهدون لديه هنا وكما ذكرنا الرقم الذي على اليسار يمثل الساعة تحسنتم والرقم الذي على اليمين هنا يمثل الدقائق ولديه هنا الثواني أبناء الطلاب الساعة الواحدة ستون دقيقة عندما يمر ستون دقيقة أحسنتم إذن الساعة ستون دقيقة وكذلك الدقيقة الواحدة ستون ثانية إذن نقرأ الأرقام خمسة عشرة خمسة عشر عشرون خمسة عشرون ثلاثون خمسة ثلاثون أربعون خمسة وأربعون خمسون خمسة وخمسون وستون إذن أكملنا ساعة كاملة بالدقائق وكذلك عند مرور ستون ثانية فإنها تمثل دقيقة واحدة في هذا النشاط بناء الطلاب كما تشاهدون هنا لديه الساعة نقوم بقراءة هذا التوقيت نقوم بقراءة هذا التوقيت إذن الساعة كما تشاهدون لديه هنا الساعات ولديه هنا الدقائق إذن الساعة هنا تشير إلى أحسنتم الساعة الواحدة وخمس دقائق الساعة الواحدة وخمس دقائق كما ذكرنا منها الطلاب الرقم الذي على اليسار هنا يشير إلى الساعة توانا الساعة الواحدة الساعة الثانية أو الساعة الثالثة إلى الساعة الثانية عشر وهنا المؤشر يشير إلى الدقائق إذا نقوم بقراءة هذا التوقيت لديه هنا الساعة الواحدة وخمس دقائق الساعة الواحدة وخمس دقائق كما تشاهدون هنا الساعة الواحدة وخمس دقائق إذا نتعرف على الساعة الرقمية بقراءتها من اليسار إلى اليمين لديه هنا الساعة الواحدة وخمس دقائق أحسنتم قني الطلاو كما تشاهدون لديه هنا ساعات رقمية وكل ساعة كتب عليها رقم أو مؤشر للوقت نقوم بقراءة هذا الوقت والتعرف على الساعة وكذلك على الدقائق إذا نتعرف على الساعة وكذلك على الدقائق إذا لديه هنا نقوم بقراءة هذا التوقيت كما ذكرنا الرقم على اليسار يمثل الساعة والرقم الذي يعلمين يمثل الدقائق أحسنتم إذا نقوم بقراءة هذا التوقيت إذا لديه هنا الساعة التاسعة و23 دقيقة أحسنتم إذن لدي هنا الساعة التاسعة و23 دقيقة سواء صباحا أو مساء سواء في الصباح أو في المساء ولدي هنا هذا التوقيت أيضا لدي هنا الساعة أين نجد الساعة الرقم على اليسار أو اليمين أحسنتم إذن الرقم على اليسار يمثل الساعة نقول الساعة العاشرة وثمانية وثلاثون دقيقة الساعة العاشرة وثمانية وثلاثون دقيقة لدي هذا المؤشر هنا إذن تشير الساعة إلى الثانية عشر تماما عندما نرى الأصفار فإننا نقول تماما تكون الساعة الثانية عشر تماما الحادي عشر تماما أو العاشرة تماما وهكذا إذن لديه هنا عندما نرى أصفار في المؤشر على اليمين مؤشر الدقائق فإننا نقول الساعة هنا الساعة الثانية عشر تماما الساعة الثانية عشر تماما لديه هذا المؤشر نقوم بقراءته يقوم الطالب بقراءة هذا المؤشر ويتعرف على الساعة وكذلك على الدقائق إذن يمثل الرقم على اليسار الساعة وكذلك الرقم على اليمين يمثل الدقائق نقوم بقراءة هذا التوقيت أحسنتم إذن هنا الساعة العاشرة وخمسون دقيقة أحسنتم إذن لديه هنا الساعة العاشرة وخمسون دقيقة ضع دائرة حول التوقيت الصحيح ضع دائرة حول التوقيت الصحيح سوف نقوم الآن إن شاء الله بقراءة التوقيت ويتعرف الطالب على التوقيت الصحيح من هذه الخيارات لديه هنا أربع خيارات نقوم أولا بقراءة هذه الخيارات والتعرف عليها إذا لديه هنا الساعة نقرأ مع بعض الثانية تماما أحسنتم إذن الساعة الثانية تماما عندما نرأ أصفا فإننا نقول تماما إذن هنا الساعة الثانية تماما موقت هو الإجابة الثانية الساعة الثانية وعشرون دقيقة ساعة الثانية وعشرون دقيقة وهنا الساعة الثانية وعشر دقائق وهنا الساعة الثانية وثلاثون دقيقة وتقرأ الساعة الثانية والنصف إذن المطلوب هنا الساعة الثانية وعشرون دقيقة المطلوب السؤال ابناء الطلاب الساعة الثانية وعشرون دقيقة أين نجد الساعة الثانية وعشرون دقيقة المطلوب هنا ضع الدائرة حول التوقيت الصحيح التوقيت الصحيح الذي نبحث عنه الساعة الثانية وعشرون دقيقة نديه هنا الساعة الثانية تماما أحسنتم إذن هنا الساعة الثانية وعشرون دقيقة نقوم بوضع دائرة حول الإجابة الصحيحة لماذا؟ المطلوب هنا ابناء الطلاب الساعة الثانية وعشرون دقيقة الإجابة الصحيحة كما تشاهدون هنا الساعة الثانية وعشرون دقيقة صلة الساعة الرقمية بالتوقيت المماثل لها كما تشاهدون ابناء الطلاب لدينا ساعة رقمية وهناك موقتات وكذلك لدينا أربع خيارات نقوم بإيصالها بالموقت المماثل لها لدي هنا الساعة العاشرة وثماني وثلاثون دقيقة لدي هنا الساعة العاشرة وثماني وثلاثون دقيقة أحسنتم وهنا لدي الساعة التاسعة وثلاثة وعشرون دقيقة ولدي هنا الساعة نقوم بقراءتها الثانية عشر تماما ولديه هنا الساعة العاشرة وخمسون دقيقة نقوم بإيصالها بالإجابة أو الرقم المماثل لها أو التوقيت المماثل لها لديه هنا الساعة الرقمية وهنا توقيت المماثل لها نقوم بإيصالها إذا لديه هنا الساعة العاشرة وثمان وثلاثون دقيقة نقوم بالبحث إذن هنا الساعة العاشرة وثمان وثلاثون دقيقة نقوم بإيصالها بالساعة الرقمية المماثلة لها نقوم بإيصالها بهذا الشكل وبقي لدينا الساعة التاسعة وثلاثة وعشرون دقيقة وأيضا الساعة الثاني عشر والساعة العاشرة وخمسون دقيقة يقوم الطالب بحل هذا النشاط بمساعدة ولي أمر الطالب وفي الختام أشكركم أبناء الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته